وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدقوب بولي ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الدربية لمصر تنفيذا لتكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكدت الحكومة أنه ستتم مخاطبة مسؤول الحوار الوطني والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وإرسال الوثيقة لهم حتى يتسنى تلقي جميع الردود والملاحظات من هذه الجهات وذلك تمهيدا لفتح نقاش شامل مع كل المختصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للغثيقة هذا ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح أو للإصلاح من المطلوب لهذه البهيئات